موسيقى أهلا بكم إلى هذه الحلقة بعد اكتمال سورة اللوائح الانتخابية لا تزال صورة الملفات الإدارية والمالية والمعيشية غير مكتملة وهو ما يفسر زحمة الجلسات والتحاركات بدءا من اليوم في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد ثواء وذلك بموازات اكتمال التحضيرات بباريس لمؤتمر سادر واحد في العاصمة الفرنسية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل هذه العنوين على أهميتها أيضا سابقها أو نفسها العنوان الانتخابي والذي سنناقشه بالتفصيل مع ضيفي النائب السابق الأستاذ سلام مرة بسباح الخير أهلا وسهلا بك إذن قبل 39 نهار من موعد الانتخابات اكتملت سورة التحالفات بشكل عام هذه الفكرة رح نبدأ فيها من خلال كاريكاتور أرماو حمسي بجريدة النهار رح يترسم فزل للتحالفات اختلطت فيه شعارات الأحزاب والطيارات يلي رح تخود الانتخابات يعني مش مفهوم مفهوم مين مع مين شي من شي ولا مين مع مين هيك وضع المعارك الانتخابية اليوم بمختلف المناطق كل المناطق صار فيها تحالفات غير مسبوقة وطبعا لوائح اختلطت في بعضها والمرشحين وكترتهم اقبالهم هيدا نتيجة القانون النسبة لأتيح المجال صار كل واحد يعتقد انه عنده امكانية انه يزمط اذا كان دخل بلائحة صاروا يحاولوا يختاروا بعضهم يعني هيدا الاوي بيجيب ضعيف والضعيف ما بعرف شو يعني طبعا التحالفات كانت بالسابق تنجر على كل لبنان يعني اذا فريقين يتحالفون بعضهم يبلشوا بكل المناطق هالمرة بالقطعة بالمتر يعني بكل منطقة بكل لائحة في تحالفات مختلفة شو هو المعيار اللي حكم التحالفات بمنطقة العنون في عنون تحديدا كمان الانون الجديد طبعا الانون الجديد طبعا في لائحة يعني لائحة المستقبل هي اللائحة الاساسية اللي كانت الناس عم ناطرة كلها انت اذا لو حصتي انه كلهم كانوا ناطرين نوايح المستقبل خاصة بعكار بعد ما اكتملت لائحة المستقبل بله شو ينشطوا لانه في كتير ناس كانوا يمكن عم يفكروا انه فوتوا بلائحة المستقبل هذا دليل قوي مش دليل مش دليل ضعف طبعا اكيد بايحال رح نحكي عن عكار بس بشكل عام كيف بتفسر استاذ طلال انه معظم المناطق حيث الثقل السني هي المناطق الانشط على سعيد عدد اللوائح يلي رح تتنافس بالانتخابات وهو ما بيانته الارقام يعني سواء ببيروت او بترابلوس بترابلوس حتى بالمينية الضنية وبيعكار عمول ترابلوس والمينية والضنية وبعكار يعني الحقيقة ببيروت يعني كترة اللوائح يعني انا باعتبارها هادي ظاهرة غير صحية كترة اللوائح كترة اللوائح وكترة المرشحين لانه بصراحة مع احترامي للجميع انا بشوف اذا الواحد ما عنده يعني قاعدة اساسية للعمل السياسي او الانتخابي ما مما كان هيك بقدر يجيب انه يدفع الكفالة ويروح يترشح بده يكون عنده بده يكون عنده يعني حيثية معينة حيثية على الارض وحيثية بين المجتمع فمع احترامي لقالهم في كتير ناس فاتوا ما عندهم حيثيات يعني فاتوا حتى هيك بس يترشحوا ويقولوا نحنا بلا احد المترشحين عم بتم تصوير الامور وكأن اللوائح بكل هالمناطق هي بوجه طيار المستقبل والرئيس الحريري تحديدا لحد اليوم سيدة الهام فراحة بتقول هالعدد المرتفع للوائح منه صدفي بل يعني ان التحدي الاكبر والتحدي الذي يواجهه الرئيس الحريري سواء لجهة تثبيت زعامته داخل الوطن او على مستوى ممعرف ليش بوجهوا سهامهم دائما باتجاه الرئيس الحريري دائما على كل الوقوع مش هيك الوضع مزبوط القوي القوي دائما بيهجموه هذي علامة قوية مش علامة ضعف انا بعتقد انه هيدا الكلام مع يعني تقديري لي الست الهام اللي من ترمى ومن حبها انه مش صحيح لانه في مناطق كتيري اللي بقاع مثلا اللي بقاع قاعدة اساسية لحزب الله فيها كم لقيحها اللي بقاع هي انطلقت من منطقة السور زهراني انه ما فيها غير لائحتين هذا موضوع اخر لائحت سنق الشيعة ولا احاق بس فيه بجنوب في لويح فيه بالبقاع في لويح بجبل لبنان في لويح بيجوني في لويح خمس لويح بيجوني يعني مش بالضرورة اطلاقا هلا كذة لويح اوكي كل واحد من خلال هالانون صار يشوف حاله انه ممكن يكون قلو دور او يكون قلو حظ هلا تشكلت لويح يعني عن لويح غير مكتملة تشكلت مثلا بعكار فيه اربع لويح اكتملت وفيه لائحتين غير مكتملين يعني تضم كلها اربع او خمسة لويح الغير مكتملة بيصير حظوظة قليلة بموضوع الحاصل الانتخابي لانه لبن بيكونوا سبعة شيء مثلا بعكار ويصيروا اربعة شيء تاني بتصير لويح بتكون حظوظة قليلة بس هالانون انا برأيه هادا الانون الاعوج الانون الهجين اللي سميه بالزمان وزير الداخلية الغريب العجيب لائم سميه والخبيث سميه الانون الخبيث واللائم اه يعني الغريب العجيب لانه اولا بيحكي عن النسبية بعدين بيعطي صوته التفضيلة ما فيه بلد بالعالم استعملية الصوت التفضيلة ناشلك عم بيقود عم بيخود الانتخابات من ضمن لائح من ضمن لائح التعكار شو تعليقك على ردود الفعل على يعني اختيار الرئيس الحريري لمن سيخود معه الانتخابات بعكار صار فيه موجة من ردود الفعل يعني يمكن مش عن الاستاذة تاري لا لا باعلم انما بشكل عام بشكل عام شافوا انه لانه الرئيس الحريري اراد بذلك ان يعطي انا برأيي الدور للشباب يعني عمل نفضة كاملة للائحة الانتخابية تبعه وزرع فيها الشباب جديد يعطوا امل جديد انا هذا رأيي يعني انا بالاساس كنت من احد المرشحين الاساسيين اللي كنت عم بيقود الانتخابات نعم لما شفت انه في اتجاه لطارق اللي هو عضو مكتب سياسي في طائر المستقبل ضغري لطلو اوكي انا موافق ومبارك هالموضوع لانه اعتبرت انه هالشباب لازم ياخدوا دورهم يعني الجيل الجديد اذا بدنا نحسن الحياة السياسية في لبنان واذا بدنا نطعمها لها الحياة السياسية في لبنان ترهلت خلينا نفوت ضخ فيها دم جديد وهذا شيء اساسي هلا اللائحة طبعا اللي تشكلت بيع الكار راحت الرئيس المستقبل يعني اغلبها الشباب كلهم شباب يعني احدتك تعتبروا اعتاء دور للشباب البعض شفوه شقلة صفوف عائلة مثلا عائلة البعرينة انه اليوم كتير عم بينحكى عن هذا الموضوع هلا هذا موضوع اخر ما بدي فوت فيه كتير انا بعرف خفهية كلها بس ما بدي فوت فيه اللي بدي يقوله انه اعطى دور للشباب نعم ما حاولي شاء حدا بالعكس انا انا ضغري لما يعني ترشح ابني ضغري وفات لما سئلت عن هالموضوع انه عندك مانع تقولوا لا ما عندي مانع بالعكس انا لابن عملت نيب كنت اصغر بن ابني ملت نيب من عمر 25 سنة وانتاجت وقدرت لعني بعرف الشاب اديش عنده امكانية يكون ديناميكية اكتر من العمار المتقدمة فلذلك انا بوافق جدا على هالنقل النوعي هدي باعطاء دور للشباب وللتغيير يعني نحنا كنا دايما عم نسمع بالفترة الاخيرة فيه شعب غير راضي عن اداء المجلس النيابي صحيح ولا لا في كتير من اعضاء المجلس النيابي ابدى الشعب بكل فئاته غير رضاء عن اداءهم لذلك انا برأيي هذي خطوة متقدمة نحو تغيير جديد في الحياة السياسية وضخ دم جديد على المجلس النيابي المعترضين بقولوا شو بينفع التغيير بالشكل طالما يعني الامور ستبقى من المضمون هي نفسها يعني شو بينفع تغيير الوجوه اذا نفس السياسية لا 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 فيه وجوه بتجي بتشتغيل بتاعت تاخد دور تاخد دورة كل واحد بياخد دوره ما حدا نفي يعطي للواحد دور انت ما فيك يتولي للواحد فضل اقعود اشتغيل هو لازم يباشر لها الموضوع انت بتهيقيله الظروف لايفود ومتى ان اصبح نائب بيصير يقدر يتسرق بشكل كتير يعني متقدم بعدين العمل ما بده دايما الناس تدفشوا عليه الشاب او الجيل الجديد عنده تطلعات كتير غير الجيل القديم يعني انا بقولها بكل صراحة يعني انا غير ابني ابني نشيط ومتحرك وداخل بالتكنولوجي وعنده كتير رؤية اقتصادية رؤية سياسية رؤية ادارية يعني كله داخل فيها ومتعلم يعني عنده شهدات مواكب للعسر جريت الديار بتقول بفضلها القانون في 16 نائب تفضيلة رح يخرقوا لوائح الاحزاب الهامة والكبرى في البلاد بعكر المفاجأة رح تكون على سعيد الصوت التفضيلي من غير الطائفة الاسلامية مقصود فيها المقاعد المسيحية باعتد بقول من غير الطائف الاسلامية معنات المقاعد المسيحي انا ما بشارك به هالموضوع لانه نحن عنا حاصل الانتخابي باعتكار حاصل مرتفع نعم يعني بحوال ال 24 الف صوت يمكن اكتر حاصل بلبنان اكبر حاصل بلبنان اذا قالنا 24 الف صوت مش سهل على بعض اللوية حتجيب هالعدد من الحاصل الانتخابي وبعدين قد تأتي بحاصل الانتخابي او اكتر شوي من الحاصل الانتخابي ولكن ما بعرف انا كيف الحملية الخرق اللي حتتم اكيد اكيد بكل لبنان لحيصير في يمكن في مناطق لانه ما صار فيها كتير روية في كل لبنان اغلب مناطق لبنان لحيصير فيها خروقات لحيصير فيها خروقات خلينا نقول فيها تنوية بس نحن معتبرين وحنشتغل وعم نشتغل على انه تشأل اللائحة كلها يعني تنجح اللائحة بكملة يعني اذا الاخرين ما جابوا حاصل ما في مجرد حواصل الانتخابية بتصير لايحة تطلع بكملة اللي عم تتفضل فيه عن عكار بنائد يلي زكرته اليوم جريدة الاخبار نجلة حمود بتقول انه طيار المستقبل يدرك ان اموره ليست على ما يرام بعكار بالسياسة والخدمات والتنظيم والاهم بانون الانتخابات العاتبين والمتمردين على الطيار الازرق صاروا كثر والمثال على ذلك تعدد اللوائح ما يؤدي لتشتت اصوات المستقبل واضعافة ليش تتشتت اصوات المستقبل ما بتتشتت اصوات الفريق الاخر يعني انا عم برجع بقول التركيز كله دايما التصويب على طيار المستقبل وعلى مرشحين طيار المستقبل انا برأي اللوائح بتاكل من بعضها يعني ما فيك تقول لي هادي بتاخد من هون او هادي بتاخد من هون على الاعتبار انه كان بالسابق كل التمثيل السياسة بالعكس بالعكس كترة اللوائح بتعطي افانتاج اكتر للبلوكات انه تاخد اكترية يعني ما بيعودوا يوصلوا اللوائح التاني الى الحواصل الانتخابية انا طبعا تحليلات سياسية تشتشير الى انه الازمة المالية اللي عم بمر فيها طيار المستقبل هي من ابرز يعني الامور اللي رح تأثر على الناخبين اضافة للأداء الانماء المخيب للأمال على حد تعبيره الرئيس الحريري عنصر المال عنصر المال عم بدو يفعل فعله بعكار عنصر المال اساسي لكل المعارك الانتخابية لانه ما بتقدر تعملي معركة انتخابية بدون فيه لوازم يعني القانون اقر فيها هي هون المقصود الرشوة استيستلال انه ما في رشوة بعكار هلا ما في يعني هلا التكلم او الحديث عن المال غير موجود بعكار لانه ما بيعتقد ولا حتى يعني ما بدي دافع عن لوائح الاخرى بس حتى الان انا مشفت حدا عم يدفع مصاري السان لرشوة انتخابية قد يحصل هذا في الفترة الاخيرة يعني دايما انه بيخلوا هالموضوع لاخر عشرة ايام يعني البعض احنا بنعرف هذا بالتكلم في منهم اخر ساعتين ثلاث تماما قبل افضل السنة هذا احد لكن احنا عنا عنا المواطنين الحقيقة فيه مواطنين شرفاء معنى مش انه والله بيبيعوا ويشاروا فيه كمية قليلة من الناس اللي بتبرم ع كل الناس او ع كل اللويح او ع كل البيوت وبتعمل حالة انه تجار اصوات هيدون ما بيمونوا انا بأكد لك وانا عم بقول لحتى لكل المرشحين ما ينغشوا ويدفعوا اموال يعتمدوا على عليقاتهم يعتمدوا على قويهم يعتمدوا على قادتهم مش على اموالهم بالاوانين السابقة كان ممكن ينعرف كان ممكن ينعرف وين راحة الامور على الباب باب المركز الابتراع اليوم اليوم الوضع مش هيك اليوم الوضع بده يفوت ياخد ورقة مطبوعة خالصة هو بده يفوت وراء العازل وان يختار نحن عندنا مشكلة بس بعكار انا بحب الفط نظر وزير الداخلية وليس هقلوا ياها طبعا انه في كتير ناس عندنا مش قادرين ينتخبوا بشكل صحيح بقائم لماذا شو السبب الكبار بالسن غير متعلمين في عدد عدد ما في السورة بتساعدهم يمكن بس في يعني في كتير ناس ما بيعرفوا حتى يعني قليل كتير لا يعرفوا الاشخاص لذلك يمكن امكانية الاستعانة باحد الاصول يعني انه ابنه او مرته او بنته يعني ما نروح بعيد حتى تساعدوا لا يقدر لا يقدر اكس لانه ما بدك يحط اكس على هال بعدها في كتير ناس ما لا حتعرفوا لازم تحط اكس على اللايحة على اللايحة نعم في ناس حيحطوا اكس واحدة هلأ في حكي انه اختار الشخص ركز على الشخص وبعدها انسى ما عمل لك يعني انه لا حيشوفوا يتطلعوا بالصور ويحطوا اكس على اللايحة هي تحتسب تلقائيا بعرف بعرف بس انا عم بقول انه هادي شغلة جديدة على الناس يعني انت عم تحط قانون جديد هو هذا اللي خلى الناس ترغب بالترشح والانتخابات لانه جيت حطيت قانون جديد وعطيت الامل لكتير من الناس انه هذا القانون النسب لحيعطي اللواح التانية فرصة للنجاح وهون هجم هلا هادي العملية انا برأي يعني بالنتيجة كل حدا كل الناس الى حق تجرب حظة بس بكرة لحيشوفوا انه بالاخر اللي عندهم قوية شعبية هنا والشعب وفي شعب وفي بس بده يحاسب بده يحاسب ما بيحاسب كبدي يكون بيحاسب الاشخاص بس ما بيحاسب ما بيحاسب التيارات يعني ما بيحاسب تاير المستقبل ما بيحاسب تاير كبيرة يعني في ظروف فرضت احيانا على هذه التيارات اشياء معينة ولكن العمل تغيير هو لاش لاش الرئيس حريري عمل نبضة شبه كاملة بكل لويحه مضبوط ولا لا نعم يعني بكل بكتير من اللويح صارت على السعادة مش بس الرئيس حريري في كتير لويح اخرى تاير الوطن الحر تايرات الاخرى القوات كلهم جابوا وجوه جديدة مضبوط ولا لا يعني في كتير عم يستعينوا بوجوه جديدة نعم ولكن على على اهمية هالوجوه الجديدة مش بس عم بحكي تاير المستقبل عند كل الاحزاب مثل فيه هيك عتب وزعل انه فيه اشخاص ناشطين بهالمناطق سيما بالمناطق الاطراف ناشطين باحزابهم على مستوى الشارع على مستوى الانماء واز اشت الانتخابات تم اختيار اشخاص اخرين وهيدا الموضوع مش عم بقصد بس في عكار يعني با اكتر من منطقة بكسروان بجبال عند طيار الوطن العقار عند قوات لبنانية شو بتفسر هالامر ما كل من نشط في حزب او في طيار بيقدر يطلع له مقعد نيابي لانه المقعد النيابي محددة نعم يعني اليوم انا بدي احكي عن عكار او عن طرابلوس او نحنا عنا في عكار مثلا ثلاث مقاعد سنية فيه فيه ناس بيستاهلوا اكتر من ثلاثة في عشرة يمكن في خمسة عشة بيستاهلوا ويمكن طيار المستقبل كان ممكن يكون لو اوسع اكيد خمسة وستة وسبعة على كل نحنا نحنا مظلومين بيعكار بموضوع العدد المقاعد السنية عدد لانه الكسافة السنية كبيرة كتير صارت بعكار وما زادت المقاعد على كلين ما بيقدروا يختاروا كل الناس بالآخر فيه واقع معين بيفرض اختيار الاشخاص انا بيعتد انه هذين الاخرين ما لازم يزعلوا بالعكس لازم يقبلوا بهذا الواقع وينشهطوا ليكونوا هن بالمستقبل كمان يتم اختيارهم يتم اختيارهم مش بالضرورة كل واحد يجي على تيار او على حزب يسعى ليوصل المركز زي ما اخذ هالمركز بيتركوا بتن ماشي انا ضد صارت رشحوا عند غير كتلة انا ضد هالمبدأ انا ضد هالمبدأ انا بقول انه انا اذا كنت منتظم بحزب او بتيار ولم يتم اختياري انا بخضع للواقع وبرجع بعد ما بتخلص الانتخابات برجع بنشط وبوسع عملي وبيقدر ممكن يكون اللي حظ بالمرحلة المقبلة ليش بدي اترك معناته هذا ما في مبادئ صراحة انه انه موضوع موضوع كسب شخصي صار طيب ما في مبادئ بس التحالفات اللي صارت بالمناطق هل كلها احترمت المبادئ يعني انت بتعرفي فيه اشيه غريبة عجيبة بالسياسي ما في شيء اسمه مبادئ يعني مسموح كل شيء بالسياسي وخاصة بالانتخابات لذلك شفت الخليط الكبير من التحالفات صار بها والاوانين احيانا انا بتفرض هالشي الانون النسبي والانون الاكسري شيء اخر الانون الاكسري كانت لو هي هم تطلع بكاملة يعني وكانت عم تصير فروقات شفنا بالمناطق انتخابات الالفان وتسعة واللي عمل منها كانت فوارئ كبيرة بين كل لاحة ولاحة مثلا بعكار كان بين الاحتان اللي سقطت واللي فيزر 40 الف صوت هل بتوافق انه فقط موجود ببعلبك الهرمل يعني 48 وبسائر المناطق اختفى يعني بعده ببعض المحلات موجود بعلبك الهرمل وفي بعض المحلات في بعكار كمان في نموذج عنه في محلات تانية كمان نفس القصة بس معد هذا المعيار يعني معدت مثل ما قلنا تنتظم اللوائح بيا بـ 14 ادار يا منشان هيك بعد البريك بدي اسألك كيف ممكن تتوزع خريطة القوة بالمجلس الجديد هل سنكون امام ازمة بتشكيل الحكومة ومعركة بعلبك الهرمل بدي حاول اقرامعك فيها كمان لحظات وانا عود نعود لمتابعة هالحلقة مع النائب السابق الاستاذ صلى المرعب بخصوص المجلس النياب الجديد قلنا قبل بريك انه يعني ما بقى فيه 8 و14 بشكل واضح اختلطت الامور ولكن بالمجلس الجديد رح نكون ازائك تلتين برأيك مع العهد وضد العهد او معارضة العهد انا برأي اكيد يكون في معارضة يعني مش انه بس العهد وضد العهد لحيكون في ناس يكون بتئد انا يكون قلن يعني في كتير ناس لحيطلعوا غير ملتزمين لا بها الكتل ولا بها الكتل يعني قد ينضموا بعدين ما بعرف بس هلا حسن منا شايفين الخريطة انه في كتير ناس غير ملتزمين يعني ببعض المناطق رح يقدروا يوصلوا ما بعرف المجتمع المدني كيف شفت تجربته لحد اليوم بهال لكن مشتمع المدني يعني انا باعتقاضي كان ممكن يكون احسن من هيك بس كمان الخليفات فيما بينهم الخليفات فيما بينهم قدت الى انه شرزمت صفوكم هذا ما حدث هذا ما حصل باكتر المنطق انه المشتمع المدني صار بشكل ليستة وثلاثة طيب كيف المشتمع المدني اللي بدور يرس صفوفه وكيف رجح ثلاثة منحز خصومهم طبعا طبعا هذا بيدل على انه دائما المصالح الشخصية هي اللي عم تخود الناس للعمل السياسي مش المبادئ ولا يعني الشعارات اللي بيطلقوها نحن بالاول نسمع الشعارات كتير ومبادئ اساسية وكذا بعدين هذي طب محل انت شفتينها هلأ راحت بهالتحالفات السياسية في كتير امور معا حدا يحكي فيها وين البرامج السياسية اللي محتومة ديت هنا ولا لائحة زيادة برناني هنا باتل قصيد الحملات بحسب الحملات كايدية تتجاهل البرامج كله مناكفات سياسية والتنافس يعني ما عم بيتطر وين البرامج سياسية يعني ما عد اسمعنا ببرامج سياسية فلين لانه كذا فلين لانه كذا فلين لانه كذا بالطب ما في برنامج سياسي هلا في مثلا سعد الحريري عنده برنامج سياسي واضح هم يشتغل عليه يمكن فيه أحزاب تاني كمان عنده برامج تاني بس اللوائح ما التزمت حتى اللي كانوا عم يسعوا أو عم يطالبوا ببرامج وكذا هيدال ما قاتوا على ذكر البرامج شكلوا لوائحهم وما ذكروا شي اسمه برنامج بعدين منحكي هيك تخبونا وبعدين منحكي بالانتخابات السابقة كان عنصر التخوين وقصة العصبيات إثارة العصبيات سلاح فعال هل ما تزال هالمسألتين من أبرز الأسلحة في الانتخابات مثل ما قال يوسف الدير ما في شك بلبنان العصبيات هي عنصر أساسي وشد العصب هو عنصر أساسي بالعمل السياسي وإذن التخوين مثلا مثل ما عم بصير ببعلبك الهرمل تخوين تخوين أنا برأي عنصر منه كتير أساسي التخوين أنه ما فينا نخون هذا أو نخوي هذا مين بيقدر يخون التاني وعلى أي أساس بيخونه لأنك خلافني بالرأي أنا بيخونك ما حدا بيقدر يخون حدا مثل اللي بيقول له أنت كافر كيف أنت بتقول أنت كافر وأنت ما يعني ما أنا قادر تتحدد على الصفة هاي فالتخوين أنا برأي هذا هذا موضوع سياسي مش يفعل فعله عند الناخبين ما باتقيت يعني وقتل بيقول أمين العام لحزب الله لبعلبك الهرمل أنه انتخبوا لوائح المدعومة من أثناء الشيعي وإلا بتكونوا عم تنتخبوا من يخدم داعش ويستجلب داعش والنصرة هذا الموضوع ما احترامي للسيد أنا بعتبره هذا كلام سياسي هذا مثل ما قالنا تجيش العصب شد عصب لفئة وهذا حق بالعمل السياسي والانتخاب بيت حاصلتان يعني كل الناس بتشد عصبه ماذا يعني أن يقول ثلاث مرات بأقل من أسبوع وهو ما كتب عنه عون الكعكة بالشرق اليوم السيد نصر الله أنه هو بد يروح على بعلبكر هرمل كي لا يرسب يعني كي لا تخرق اللائحة هل المقصود تحديدا جميل السيد حقلك شغلة ما بعرفي المقصود هيك قال عون الكعكة أنه هي مسألة جميل السيد لأنه سيستدعى إلى المحكمة الدولية بوقت لاحق من هذا الشهر من شهر نيسان اه يعني جميل السيد عنده عنده مشاكل كتير يعني ما بعرف شو هي بس معروفة بقصص المحكمة الدولية وغيرها فسأنا اللي بدي يقوله أنه التخوين يعني المناطق اللي كثار فيها لو هي عشير بعلبك الهرمي فيها عشير يعني العشير تريد أن تتمثل في عشير ما تمثلت يعني وفيه نحن اسمنا اللغة كبير من فترة قبل تشكيل اللوية أنه فيه زعل كبير بالقاعدة الشعبية حتى عند حزب الله وعند أمل من المرشحين أو النواب أنه نعتبروهن ما ما أدوا ويجبون ما عملوا كذا وكانوا ممكن منتظرين أن يتم تغيير بعض منهم ما تماشي صار فيه نأمة وصار فيه تشكيل اللوية هذا أدى إلى أنه يصير فيه شد عصب شد العصب تستعمل فيه كل أنواع الأسلحة تعرف أنه شد العصب مسموح كل أنواع الأسلحة تستعمل فيه السلاح المتعلق بمكافحة الفساد هل الأمين العام للحزب كان عم بيقصد فيه خصومه السياسيين الفساد أنه بي أكتر من كلمة لأله تعهد بمكافحة الفساد قال لا الفساد عام عام بلبنان وهذا نتيجة ظروف سياسية ومحلية وعدم المخاصبة يعني هذا ملف كبير أنا بحكي فيه دايما موضوع الفساد لأنه نحن وصرنا لدرجة من الفساد صرنا من أكتر البلدان العربية بتعرفي عم يصانفونا يمكن صرنا نحن تاني دولة عربية بالفساد متقدم جدا صار لبنان بموضوع الفساد للأسف تعين وزير للفساد حتى الآن هالوزير ما قدر عمل ملفات لأنه ما عم يعطوه ملفات ما عم يعطوه معلومات يعني مش اللي يمكن الحق عليه الحق على الإدارات اللي بنسمع كتير من الفساد بس ما وصل أي ملف كامل بتعلق بمفضوع معين هل تميل إلى الاعتقاد كما البعض أن انتخابات ستة أيار هو موعد لسيطرة إيرانية ناجزة على مجلس النواب وهو ما كتب عنه اليوم عبدالوهاب بدرخان شفت أنا ليش فيه حكم مسبق فيه حكم مسبق أنا على الحزب وحلفاء أنا أقول يا جماعة لا تسبقوا بأحكامكم طولوا باكم ستة أيار قضيأتي بمفاجآت عديدة مش بالشكل اللي أنتم تصورينه يعني مو دايما يعني أنه والله هلأ في ناس بتقول هذا القانون صنع لكي يربح حزب الله يربح حزب الله والتيار الإيراني بلبنان أنا أقول يا ده هذا شي غير صحيح لأنه الشعب عنده وعي وعنده قدرة أن يميز بين الصح والغلاط وهون أعطيت له هالفرصة هذي أنا بعتي يد أنه لازم الشعب يختار الصحيح لازم الشعب يختار الناس اللي بمسلوه واللي بمسلوه الخط العربي الصحيح تبعه يعني حتى إذا تمت هالعملية هذي أنا بعتي يد هالشعرات هذي كلها بتقع وما فينا ناخد أحكام مسبقة نحن عم نحط الناس بيجاءوا مسبق أنه يرطيه في المجلس رايح إلى السلطة معينة لا أنا بنفع الحكي تماما بقول خلننتظر سبعة شهر سبعة أيار لنشوف النتائج 39 نهار 39 أو 38 ونص خلننتظر هذا النهار حتى نعطي الحكم الحقيقي البعض بيقول كمان أنه حزب الله وأنا بقول ما في حدا فقرسه خيمي بها الموضوع حزب الله بهالمجال يريد أن الهدف من كل هذه العملية الانتخابية مسألة الزعامة السنية أن لا تعود محصورة بيئة الرئيس الحريري يعني حتى مستقبلا إذا بدوا يتخذ أي قرارات بمجلس النواب الجديد ما نعود لقصة حيثية وشرعية سنية ومش موجودة وموجودة أنه تصير هذا الأمر موزع أولا نريد أن ننتظر النتائج الانتخابات لتحصل تشوف كيف التوزيع اللي حيكون لأنه يمكن معاليين أمال كثيرة أنه بيصير خرق هون وخرق هون وخرق هون وخرق هون يمكن لا يصير لهون ولا هون ولا هون ولا هون يعني في كثير ناس معتدلة لم تعتبر حليفي الجهة معينة أو للأيران أو للشيء بالطائفة السنية في أعتدال في ناس مع الرئيس الحريري في ناس معتدلين يجنحون إلى التفاهم مع الرئيس الحريري إنما الناس اللي كثير ي negativity وقال لهم صفات معينة انا بعطي ايدي دول مش بالشكل مش مش ضروري اطلاقا انه يقدروا يوصلوا كلهم للمجلس النيابي معركة ترابلوس هل هي يعني من اصعب المعارك بتوافق القول انا بوافق انه معركة ترابلوس هي الام المعارك هي ام المعارك يعني احد المناطق الاساسية اللي عم بدي يصير فيها لانه فيها قوة سياسية متعددة او قوة انتخابية حتى نقول لانه فيه ناس حنبلك انا فيه ناس معتدلين لا يختلفون كثيرا فيما بينهم بالسياسي يعني انما فيه كسب انتخابي في عملية مجلس نواب بس مش بال ما بيحيدوا يعني كلهم بنفس النهجة السياسية ولكن فيه خلاف حول الخيارات السياسية اللي على الارض خلينا ناخد تاني فاصل بعد ومباشرة الهم الاقتصادي الوضع الاقليمي والمؤتمرات يلي نحن مقبلين عليها بس بديلك شغلة انو وضع المستقبل والرئيس حريري بطرابلوس كتير جيد مرت فترة مرت فترة اتعرض شوي هيك بعدين رجع رجع استعاد قاعدته عم تنطلق من المهرجانية اللي سارة لا 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 شو بدي انا المهرجانات ما كتير بعول علي انا بعول عالارض شو عم يصير عالارض شو الناس بتحكي عم بسمع كلام بدأ يختلف عن كلامي كلا نسمعه بالسابق بخصوص وضعية طيار المستقبل لانو كنا عم نحكي عن طرابلوس اليوم في مقال بالنهار بيقول المعركة بترابلوس محتدم فقط على مقاعد الاقليات على اعتبار انو يعني على اخر تلات مقاعد بالليحة اعتبار انو هاو ديكي محسومين لمن لا يذهبون مظبوط يعني محسوم المقاعد السنية لما رح تروح بترابلوس يعني مشكلة مشكلة ممكن شوف مفاجآت على غرار الاستحاءة البلدية ممكن لا هذيكي موضوع ما با يحصل بالقلب لا لا ما با يحصل هذيكي هذيكي لانه كله نستق يعني كله نعتبروا انو المعركة انتهت وانو كسبوا لانو صار فيه تفاهم بين كل الفئات السياسية قاعدوا معاعدوا وعملوا شي والمن يالضنية والمن يالضنية فيها معركة اكيد فيها غموض والاحزاب تشتبك مع العائلات والمستقلين والتيارات المتداخلة وبدها منجم مغربة يعني هلات لايكي الانتخابات كلها بدها منجم مغربة مش بس بالضنية ولا ببيروت ولا بطرابلس ولا بعكا كل المناطق بدها منجم مغربة فيه بس سيدة بعد ما سألتك عنها يعني اللي معنى فيها ايضا بشكل مباشر تيار المستقبل هي اختبار ايه صيدة لانه صارت جمعوا منطقتين مع بعضون صيدة جزين ايه صيدة جزين صار فيه لها وجه اخر المعركة من حصرت يعني لو انحصرت بصيدة كانت انتهت ولكن من حصرت صار فيها الجهتين هذه بدت اكيد بالنتيجة فيه حدا بده فيه اكتر من اللي حالح تيخد حاصل انتخابه بعد الفاصل اذا نتابع بالمواضيع المتبئية معك استسلا المرعب لحظات ونعود على مسافة عشتيين من مؤتمر باريز اربعة او سدر واحد اليوم مجلس النواب سينعقد اليوم وغدا من اجل اقرار موازنة العام 2018 يلي بحسب جريدة الاخبار مفخخة بالكثير من القطب المخفية ابرزها يعني بتقول نائب رهيم كان عان طمّن انه ما فيه ضرائب جديد لبها الموازنة ولكنه لم يشرح انه فيها عدد كبير واستثنائي من التسويات والاعفاءات الضريبية بمبالغ تقدر بمئات ملايين الدولارات وهو ما يمكن اعتباره رشة انتخابية بالجملة مثل ما منشوف المانشات طلعت على ارقام الموازنة الجديدة لا ما طلعت علي لانه بعد ما حولت يعني مبارا حولت للمجلس ما طلعنا علي بس انا بعتبر انه اقرار الموازنة ان كان بمجلس الوزراء وبالتالي اللي جان النيابية لو اقرتها بسرعة ولكن اقرار في هالمرحلة البسيطة انجاز وطني كبير حياة نحن بنعرف كم سنة دلت البلد بدون بموازنات هذه الحكومة اقرت موازنة 2017 والان تقر موازنة 2018 طيب ولكن اقرار هالموضوع وكل شيء باللبنان ليش بده يصير تحت الضغط يعني دايما بس يصير امور تحت الضغط يعني تشمل موضوع الموازنات والعجز والى اخرية هذا موضوع اساسي ويخلصوا من الهدر والنفقات اللي غير مجدية هذا موضوع اساسي كانوا عم شددوا عليه بدوا يروح الرئيش الحريري على مؤتمر سيدر على مؤتمر باريس انا برأيي هادي مهمة كتير هالمؤتمرات اللي عم تنعمل هادي مهمة كتير اللي صالح لبنان نحن بنعرف انه هاد المؤتمرات اللي بده تحصل قد تأتي بي اني عاملين برنامج انه جيبوا 22 أو 23 مليار دولار مشاريع انتجية ومشاريع لوجستية للبنان يعني تطاول بنى التحتية تطاول بنى التحتية كلها هادي شغلة مهمة كتير بقروض ميسرة وطويلة الامد وقد تأتي الى الاعفاءات احيانا اذا شايفوا انه البلد يعني هذا العمل هو ايجابي جدا والاسراع باغرار الموازنة قبل هالمؤتمر شرط اساسي يعني ما في يروح على المؤتمر وقولونوا والله الموازنة بعدها عم تتناقل سيقنع المؤتمرين يعني مثل معالة المستقبل اليوم انه في 40 دولة وفقت سيشاركون وفقت على المشاركة في طلعت الدول العربية ودول اوروبية ورحبوا باقرار الموازنة وانجاز النصر لانه رح يكون له مفاعيل ايجابية على المستوى المؤتمرات الدولية اللي بدأ الطاقة يعني بكرا لمن بيعرفوا هوليكي انه انجزت هذه الموازنة وانشال منها المواقع الهدر والى اخره لح يكون لهم ناحية ايجابية كبيرة فيها التأدن بيعني بهال الملفات هل يؤكد ثوابية التسوية يلي قادر رئيس حريري منذ انتخاب الرئيس عام لو لا ما في تسوية سياسية بالبلد ما كنت فيك تصل لها الانجازات اذا ضلنا كل واحد مترس محله وعم نقاطل بعضنا هذي قوة سياسية موجودة هذا واقع عمر واقع بدنا نتعامل معه هذا الامر الواقع بدنا نتعامل معه بكل جدية ومتل ما قال نعمل رابط نزاع نحنا كل قصة بقصة نحنا من سير امور الناس منعمل مشاريع الانمئية تعمل مناطق لانه مش محصورة هذي بدت عامل كل المناطق رابط نزاع حتى متى يعني هون حتى تنتهي الخليفات السياسية حتى تنتهي اثبت المنطقة نحنا عم نعيش لا خليك خبري شغلي موضوع النقي بالنفس الان نحنا عحينا من اولى هاجب يعني بيستخفافه هو موضوع اساسي يعني بدكنينا يفوت بصراع اقليمي يخرب البلد نحنا مننا قادرين نتحمل هلأ دخول لبنان باي صراع محلية اذا شو اللي حتى طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية هل صحيح ما قيل انه كل العطاءات للبنان نسيما بمؤتمر روما مرتبط بهذا الموضوع مرتبط بانه لبنان يجب ان يحدد خياراته استراتيجية بالنسبة لموضوع الدفاع والكذا هلأ بعد الانتخابات الوقت لهالشي قد يكون يعني رح يقبل حزب الله ليش لا وقت لسؤل الامين العام للحزب عن هالموضوع قال انه اي بحقله الرئيس جمهوري يطرح البدوية وكأن انه منه معنى لا بحقله يطرح البدوية وطبعا لا حيوصل له لنتيجة يعني من بقول بحقله هلأ قططول انا مش عام بقلك انه والله من اول جلسة ولا من تاني جلسة ولكن بداية طرح الموضوع بهالشكل هو امر مهم واساسي واذا جاء بناءا لطلب دولة انه انتوا بدكم منها نساعد الجيش والقوى الامنية خلينا نقول شو المهمة الاساسية اللي حيتحمل الجيش والقوى الامنية بهالمرحلة المقبلة استراتيجية الدفاعية هل ايران بوارد التنازل عن الورقة يلي بيمثلها حزب الله بيضل هلأ الكباش مع الولايات المتحدة هلأ موضوع انه كل واحد بيتمسك بورقته ونحن موضوعنا بيختلف نحن بدنا نخلص ورقتنا من التمسكات هدي وبدنا نحطها لوحدة ونحاول انه نرجع ننهي الصراعات الداخلية باقل كلفة ممكنة لا نقدر نحق التقدم بلبنان لانه اذا بندلنا عشير بهالصراع ما لاحنعمل شي على الصعيد لا المحلي ولا الاقليمية لماذا يلوح في الافق احتمال الحرب او عدوان اسرائيل الجديد على لبنان انا من يشايف فيه عدوان اسرائيلي مانا اسرائيل ما بيشايفه اطلاقا هلأ بوارد انه كانوا عم يقولوا انه نتنياهو يتعرض لازمة طبعا مطلوب على التحييق بموضوع رشا والى اخره انه قد يأتي يذهب الى الحرب اولى انتخابات مبكرة اسهل لا اسرائيل تروح على انتخابات مبكرة من انه تفوت بحرب هلأ لانه انا برأي منها مهيئ اسرائيل لحرب هلأ شخصية الرئيس عون تلعب دور مختلف ببكرة بالحوار المرتقب من بعد الانتخابات الليابية طبعا رئيس عون يجب ان يلتزم بمصلحة لبنان هو الرئيس الذي حلف اليمين على الدستور وهو الذي يجب ان يحافظ على الدستور وعلى سلامة الاراضي وعلى وحداته واستقلاليته والى اخره فهذا الموضوع اساسي لانه هو اللي بده هو اللي طرح اساسا مثل ما قالنا مثل ما قالنا بناءا لطلب تفتكر انه مهمة تشكيل الحكومة حتى هلأ عم يقول بده يروح على عم يقول انه قد يترأس وفد لبنان الى الاجتماعات الجمع العربية بتفتكر انه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة رح تكون صعبة ايه طبعا شو السبب لانه البرميك اللي فتنا فيها يعني هالخليط السياسي اللي قد ينتج عنه مجلس نيابي انا ما بقول لا لا اتى بالنواب قد ينتج عنه مجلس نيابي جديد اكيد في ناس كتير طامحة نتعمل وزراء وبكرار بالحصاص وهذا موعود وهذا ما ترشح وهذا ترشح وهذا كذا هذي كلها اللي حيكون الى حواصل وزارية متقدمة ومرتفعة ليش قبل هلأ قداش عادت الوزارات كل الوزارات اللي تشكلت اخدت ست شور وما فوق في حكة انه قد تكون الازمة تحديدا بمسألة تثبيت التوقيع الشيعي الثالث وتحديدا حقيبة الملية اليها للشيعة بشكل ثابت ما في شيء ثابت لمذهب معين نحن بالطائف خلينا وضح الموضوع نحن بالطائف حددنا فقط الاتفاق على انه رئيس جمهورية مورونة طبعا مكتبناه بس كان فيه كلام فيه ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب شيعي ورئيس الحكومة سنة هذه المراكز السلاسة فقط تكلمنا فيها طبعا اسيرة امور اخرى منها التوقيع ولكن اعطي هذا المركز باكسر من طائفي اخرى لما اجل رئيس حريري بشكل حكومته هو اخذ وزارة الملية رجع طه لفؤيد السنورة رجع اجره من الطواقف المسيحية نعم ولكن التطورات من بعد الدوحة اخذت يعني عم تنحوا بهذا الاتجاه لا لا انا مني شايف انه هداوي قد يعطي بوزير ملية شيعي فليكن قد يعطي بوزير ملية اخر من طائف اخرى فليكن انا احنا قلنا الوزارات مدورة والادارات مدورة حتى لو كان حزب الله بديتولى حقيب السيادية اليوم ديار بتقول انه الحزب سيتولى وزارة سيادية والبحث العميك يجري تحت الطاولة وحصول الحزب على وزارتين يعني وحدة سيادية ووحدة مهمة لانه التكتل الشيعي رح يكون عنده التمثيل الشيعي الاكبر هلا الوزارة السيادية كان عم يخذ الرئيس بره يعني مبدئيا لا بس يخذ حزب الله مش غير نكهة اكيد هلا الرئيس بره يعني عميق بالسياسة ومخضرم وبيعرف كيف يدور الزوايا وكيف في مصلحة البلد هلا كله وارد ما فينا نستعجل على شي انا بقول هذا كلام هذا كلام كلام سابق لأوينه اولا نشوف تركيبة المجلس النيابي جديد نشوف طبعا انا بعتقد انه اكيد الرئيس الحريدي ان شاء الله بيكون هو بيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة اكيد تشكيل الحكومة بده ياخد وقت خاصة بهال المجلس الجديد اللي حيكون يضم ناس كتير يعني متما قلتلك في ناس كتير يمكن موعودة من خارج المجلس انتكون مراداء يعني المرشحناهم بالنياب المراضيهم بالوزراء تماما تماما هذي قد تاخد بعض الوقت انا بتمنى لا باش وريك لو اخدت بعض الوقت اصبح تقليد في سؤال ما سألتك بخصوص الكهرباء مبارح الرئيس عون والرئيس الحريري بدن الكهرباء للناس صحيح البواخر او البديل هيدا اليوم منشات جديدة المستقبل هل ملف فالج لتعالج معالج انا شخصيا بقول نحنا كان لزم نسعى من زمان على موضوع المعامل يعني ان ننشئ معامل للكهرباء في بعض المناطر انه كلفتها اقل من كلفة البواخر اليوم نحن امام بداية صاعد نحن امام امام واقع معين نحن فينا يعني ما حدا نطد موضوع البواخر حتى مثلا دكتور سامير جعج عم بارح عم بيقول عملوا منعصة شفافة يعيدوا النظر بهالموضوع رجعوا ترحوا على ادارة المنعصات هالقصة هاي وخليتنين موافقة الادارة المنعصات وموافقة الوزراء وفلتكن لفترة معينة لحين موضوع المعامل بهالخلاصة السلام المرعب ينفسنا لختام هذه الحلقة بدي اشكرك انا بشكركم كثير شكرا جزيلا على حضورك ان شاء الله منكون حكينا يعني بما اهلا وسهلا فيك اهلا فيك يانا شكر للمشاهدين على المتابعة والى اللقاء بحلقة جديدة غدا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة